كل طاعتنا لها تأهيل لها مقدمات هذه المقدمات لأجل أن تقوم الطاعة في مقامها وتؤدي مهمتها التي تنعكس علينا تنعكس على مجتمعنا تنعكس علينا كأفراد وكجماعة لاحظي مثلا الصلاة في زحمة الحياة في صخب السوق ينادي المنادي الله أكبر حي على الفرح أترك ما بيدي ثم أغسل أطرافي بالماء ألبس لباسي المناسب إذا كان لباسي في أثناء العمل غير مناسب لأداء الصلاة ثم أستقبل القبلة بوضعية معينة بخضوع قلبي أستحضر جوارحي ثم تبدأ رحلة الروح هذا النداء أنقذني من صخب الحياة ليضعني على سكة معينة أتنفس فيها أنفاس الوجود ثم أتسلح منها وأتزود منها بزاد يكفيني لإعادة جولة أخرى بين الصلاتين في الحياة كذلك رمضان قبيل رمضان أنا أتجهز لخوض هذه العبادة والله تعالى وضح لي من اللفظة الأولى نحن نتكلم عن شهر لا نتكلم عن يوم كما فضلت الدكتورة أنا لا أتكلم عن شهر الصيام لا أتكلم عن يوم الصيام أنا أتكلم عن شهر تعبدني الله بليله كما تعبدني في نهاره صحيح ولعلي إن وضعت النهار مع الليل في الميزان لخرجت بأن ليالي رمضان أفضل من أيامه علما أن أيام رمضان هي مكان العبادة هي محل عبادة الصيام صحيح الأخير لاحظي قيمته من أين أخذت ليست من نهاره إنما من ليله لذلك هي الليالي العشر الأخيرة وقد درس المفسرون والفقهاء هذه المسألة أيهم أفضل هل أيام العشر الأولى من محرم أم العشر الأخير من شهر رمضان فالشيء الذي اعتمد عند الأغلبية هي أن ليالي شهر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام شهر رمضان العشر الأخير ثم بعد ذلك ذهبنا إلى أفضل ليلة في هذا العشر التي هي ليلة القدر في هذه الليلة نزلت لنا آخر رسالة القرآن الكريم لعظمة هذه الليلة لذلك نحن نتعبدنا الله سبحانه وتعالى بقيام الليل وبالصيام النهر لكن عندنا جهود حقيقة جبارة طويلة النفس خبيثة المقصد لأجل تغيير بوصلة أي عبادة من خلال لفت النظر إلى الطقوس المحيطة بالعبادة يعني مثلا يوما نتوجه إلى عبادة الحج ونجعلها عبارة عن طقوس ونفرغها من مضمونها ونجعل لها هالة اجتماعية تسحق هالتها الروحية كذلك رمضان حقيقة كذلك رمضان من قبل رمضان أخذت سرقت منا هذه العبادة أفرغت من مضمونها بفانوس رمضاني وتمرات رمضانية وفوازير رمضانية وكاميرا كاشي وخيمات رمضانية وبرمجة رمضانية أفضل مسلسلات أفضل أفلام صدقيني لو تعطي في رمضان 24 ساعة لمتابعة فقط الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي على يوتيوب على التلفزيون لا يكفيك 24 ساعة لأن رمضان سرق بامتياز ثم بعد ذلك في النهار صائم ونائم وفي الليل قائم وآثم رسالة وصلت لتفريغ رمضان من مضمونه أنت في النهار فقط امتني عن الطعام هذه كارثة شهر الصيام فقط لما أختصر رمضان بالصيام سأجد شره الشراء قبيل رمضان سأجد هذا الإقبال على السلع قبيل رمضان الذي يفقد السلع من السوق ويغلي ثمنها سأجد هذا التلاعب من التجار صح من العدد السلبية رفع الطلب سأجد أن الأسرة في رمضان تنفق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف نفقتها خارج رمضان سأجد المسلم يخرج من رمضان بزيادة بالوزن وليس بقلة في الوزن السبب أني أفرغت هذه العبادة من مضمونها وجعلتها عبادة بدنية فقط علما أن الأضواء تشير في القرآن الكريم إلى ليلي رمضان إلى العلاقة المقدسة بين المسلم وبين القرآن وليس بين المسلم وبين الطعام حتى عبارة شهر الصيام ما سلمت صار شهر الطعام صار شهر المنام ترجمة نانسي قنقر